حالة المصريين في أكتوبر مرطلات الشعبية الناس الناس شيء من الحرب بقلم محمد توفيق كتبنا الكبير الرائع محترم صديق العزيز محمد توفيق منورنا عامل ايه كله تمام بص يا سي انا قدامي عشرين دقيقة قد يتخلى لها فصل قصير جدا 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 شيء من الحرب الجزء الاول السلاح السري ايه ده يمكن انا يعني هقول القصة باختصار قبل مستطاع انا اشتغلت على الفترة اللي من سبعة وستين لتلاتة وسبعين يوم بيوم يعني جبت الجرائد يوم بيوم من سبعة وستين لتلاتة وسبعين تقريبا كل مصادر في مصر قريته وطلعت منه حوالي عشرين او خمسة وعشرين الف قصاصة عشان اشوف ايه اللي حصل من سبعة وستين وصلنا لتلاتة وسبعين لان هي المسألة مش في يوم وليلة ويلا وان شاء الله رب نكرمنا وحبيت اشوفها الشعب كان ليه دور فيه عامل ازاي لان احنا طول الوقت عندنا نوعين من الكتب لما بنيجي نتكلم على الحرب النوع الاولاني وطبعا النوعين عظام واسدتنا وحاجة يعني اسدت اسدتنا كمان استاذ هيكل اللي هو التاريخ السياسي لحرب اكتوبر طبعا والناحية التانية انا رأيي المشير الجامسي تحديدا التاريخ ليه الاكتوبر عسكريا انا رأيي هو خلص الكلام يعني كل اللي بعد كده يعني عسف على نفس النغمة بشكل او باخر ما احترامي طبعا ليه كل المذاكرات اللي اتعاملت في السياق ده فطول الوقت بشوف ان الاتنين دول عشان تعمل حاجة مختلفة محتاج تدور على طب الناس في الحرب كتعامل ازاي تفاصيل قدر المستطاع عادت اشتغل عليها من سطرين في جورنان وقعد اكملها على مدار ست سنين في كل التفاصيل من اول ان الشالين كانوا بيعملوا ايه على مدار ست سنين اللي هم هنكتشف ان هم تابوا في 73 والناس ما فيش مواطن مصري تعرب لحدث ناشل واحد يوم 7 اكتوبر والناشل كان واصل لمدى بعد 67 لدرجة انه ابتدت تدعم القوانين الناشل لطلع من انك تتسجن شهر لتتسجن 15 سنة عشان ما همش لقين حل عشان يوقفوا الجريمة المنتظمة دي والمسألة دي على مدار الفترة دي بتقعد تشوف طب الناس يعني الموظف بيعمل ايه تكتشف ان الموظف ده في حالات اختلاص رهيبة جدا في الفترة الاولانية الموظف ده هتحول لانه بيروح الشغل يوم العيد في 73 شوف النقلات عملة ازاي بالضبط يعني انا عشان كده قلت يعني على طول بدل ما يعني اصف في التفاصيل نشوف على طول الناس تحولت ازاي فتتحول الحرب اللي زي ما قال عليها الشعر الكبير امال دونقل من نهاية تسقل القلب لتسعد القلب